هل الأعراض المصاحبة لحرقة الشمس بتظهر مباشرة بعد التعرض الطويل للشمس؟ مش احنا لسه بنقول ان عشان الحرقة الشمس دي تحصل بنكون قدنا فترة طويلة في الشمس من غير أدوات حماية أو يكون الجلد معرض للإصابة وفي الفترة من 11 الصبح لأربعة العصر الأعراض بقى بتاعة الحرق دي بتظهر في ساعتها الإجابة لأ علامات حرق الشمس بتظهر بعد فترة من 6 ساعات إلى 12 ساعة يعني بتلاقوها بقى على بالليل والغريبة يعني ده بداية الأعراض يعني ممكن بداية الأعراض تكون بعد 6 ساعات أو 7 ساعات لغاية 12 ساعة ذروة الأعراض يعني أعلى مستوى للأعراض بيكون خلال الـ 24 ساعة من بعد التعرض للشمس فهمته قصدي وده هنا مكمن الخطورة إن الناس ممكن تفتكر يقولك أنا هو كويس بأنا كنت قاعد في الشمس بقالي كتير قوي وما حصل ليش حاجة أو ولادي كانوا في الشمس ده كده تمام يبقى هم كده الحمد لله مش عاصل لا العبرة مش بوقت التعرض العبرة إن الأعراض بقول لكم بتظهر من 6 إلى 12 ساعة بعدها وذروة الأعراض ممكن تظهر تاني يوم يعني أنتوا فاهمين؟ طيب بالنسبة للعلاج علاج بقى حروق الشمس المفروض نعمل إيه؟ في الحالات اللي بيكون فيها الجلد فقط يعني إنه هو أحمر وسخن ومؤلم ممكن نعالجه إحنا بنفسنا بشكل مؤقت نعالجه بنفسنا بشكل مؤقت بكرره بشكل مؤقت ليه؟ لأن العلاج في الحالة دي بيكون في صورة إن إحنا ممكن نحط كمدات بردة مثلا على مناطق الحرق أو حتى إننا نحمي الطفل بالماء الساعة بس بعد كده لازم الطفل ده يتعرض على الطبيب أو المكان الطبي وطبعا التخصص اللي معني بعلاج هذا الأمر بيكون تخصص أمراض الجلدية لأنه بيكون فيه علاج تاني بقى في صورة مراهم أو كريمات وأحيانا أقراص في حال كان عمر الطفل يسمح بدا وزي ما بقول لكم طبعا تخصص أمراض الجلدية ده إذا أتيح يعني غير كده بيكون تخصص بقى الطوارق يعني قسم الطوارق في أي مستشف بيتم العلاج على طول لكن في حال ظهور فقاعات من الأول بأكد ظهرت فقاعات أو كان فيه ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو ألم شديد في الرأس أو أشعارة أو شعور بالإعياء فلابد من التوجه إلى أقرب مستشفى فورا حد دلوقتي حالا يقول مستشفى مستشفى إيه وليه هنكبر الموضوع كده هقوله وأقول لحضرتك أهو الموضوع أصلا كبير لأن حرق الشمس الواضح لازم يعامل زي أي حرق شديد وإذا غطم ساحة واسعة من الجسم كمان لقدر الله فلازم الطفل المصاب يدخل المستشفى علشان كده برجوكم أنكم ما تستهونوش بالفقاعات اللي ممكن تظهر على الجلد في حالة حروق الشمس لأن الفقاعات دي كمان كمان غير خطورتها يعني غير إنها بتكون دلالة وإشارة على إن الحالة صعبة أو إن الوضع طارق ممكن الفقاعات دي لقدر الله لقدر الله تصاب بعدوة بكتيرية وتحتاج بقى للعلاج بجرعات كبيرة جدا ومكسفة من المضادات الحيوية ده غير إن الحالات الشديدة من حروق الشمس ممكن تصيب الجسم بالجفاف وده حالة خطيرة أو ممكن تصيب الجسم بالإغماء وأكيد ده برضو حالة خطيرة